الحمد لله وقفا وصلاة الله وسلامه على العباده الذين صفع عباد الله أُوسيقوا عكسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله والشيطان الرجين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتعرضوا نفسه ما قدموا في إضادك واتقوا الله إن الله قبير بما تعملوا عباد الله فلما نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ما سكر صلى الله عليه وسلم بيتا من بيوت مكة وما نزل بدار من دور مكة وإنما دور ما قبى كما جاهد في الصحر إنما بخار الحديث قساة بن زين رضي الله تعالى عنهما والظالمة إنما رسل صلى الله عليه وسلم أين تنزل يا رسول الله بداية بمكة فقال رسل صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا رقيل من رباء ولا دور ثم قال رسل صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئه وعمر بالتحبيب للأسنان وكان عدد الأسنان الموجودة بجوف الكعبة يومين ثلاثمائة وستين سنما فلما رسول الله سلم بتحبيبها وتقيير البيت أدن رسول الله سلم أدن رسول الله سلم لبلال فأدن من آل الكعبة ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا وقد رأينا نظير هذا مما أفجوا أحمد في المسند كما أفجوا النسائل في سنة الكبرى من حديث الطلب ابن قيس رضي الله تعالى أنه وأرضه أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن لهم بيئة ثم آتم رسول الله سلم فضل طهوره جعله في إداوة ثم قال رسول الله سلم إذا أتيتم أرضكم فاكسوا بيعتكم وانطقوا مكانها بهذا الماء فقال بي يا رسول الله إن البلاد بريد والحرب شديد والماء ينشف فقال لنا رسول الله سلم ندوه من الماء فإنه لا يزيده إلا قيبة الله صلى الله عليه وسلم على هذا النبي الكريم وهذا فالرسول الله سلم وجعل هذا وسن لنا سنة الحظيمة صلوات الله وسلم عنه لكن رسول الله سلم عندما جمع قريشا وعلى بكة ماذا قال لهم قال لهم رسول الله سلم ماذا تضمنون أني فاعل بكم قالوا أخو كريم وابن أخي كريم فقال الله صلى الله عليه وسلم إذا أبوا فاعدم كل ما فنزل الله سبحانه وتعالى إثر كلام رسوله قوله تعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم ولن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عددتم به ولن صبرتم له أخير للصابرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين المرقتسمين وهو على ذلك قدير وبالهجامة الدين اللهم عز لسمو المسلمين اللهم عز لسمو المسلمين اللهم عز لسمو المسلمين ودمر أداك لأداء الدين اللهم دمر أداك لأداء الدين وانتكم لعبادك المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم أحسي أداك وأعدانا عرد وكتبهم بلدك ولا تبك منهم أحدا اللهم لا تخل العمل من هذه الدولة واخذ قياسة دولة لعبادك المؤمنين أنت على ذلك قدير يا ربنا اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وزورياتنا طغر عائل وتعالنا للمتدقين إماها وتعالنا للمغسلين إماها يا أرحمه الله لها ده الله وأعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى وبدأ فيه بنفسه وفدنا لملاكة المثلثة بكم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ الله الشيطان رجيم يا أيها الذين عملوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا صلوا على ألمين لكم السادق المسجر خليل الرحمن الطالب في محلة الشيخ الثابتة إنه من صل علي صلاةً صل طالب عشر اللهم صلوا وسلم وبارك على ذلك الكريم خاطب الأنبياء خليل الرحمن المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلوا وسلم وبارك عليه وعلى الآل وصحبه وسلم تسليم الكثير